دراسخة يتوارفها الأجيال الكوسكسي، الرشتة، الشخشوخة والشرشم وأطبق أخرى تزين موائد الجزائريين فيكسيوت لقبايل، لباس التقليدي يحافظ على الهوية الأمازيغية للحديث أكثر عن الموضوع يحضر معنا في الستوديو السيد محمد يزيد، نايد حمود مصمم أزياء تقليدية صنعة بلادي صباح الخير كذلك تحضر معنا سيد عائشة الكنز الحرفية صباح الخير وكل عام وانتم بألف خير إن شاء الله الله يسلمك، الله يسلمك طيب بداية نبدأ معك الحديث السيد عائشة الكنز يعني منذ أسابيع أنتم تحضروا لهذه الاحتفالية احتفالية يناير أعطينا أهم ما تم تحضره بمناسبة يناير السلام عليكم مرحبا الأخوات المشاهدين كل عام هما بخير إن شاء الله إن شاء الله تحضرات الأخت كل واحد وشي يحب يحضر في البيت تاعه كل واحد وتقالي تاعه ونحن نحضره لنادرة الرشدة البارح ونحن نحب الرشدة درنا رشدة إن شاء الله والحلويات والحلويات مخلطة كما يقولون نحن نقولونها كل قشة كيف يقولونها الدرس نحن 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 نح خاصة لما تم ترسيمه كعيد وطني وعطلة مدفوعة الأجر اليوم شوفوا بأنه هذه رح يعزز أكتر الهوية الوطنية ومكسب جديد كذلك اللغة الأمازيغية حتى تعمم أكتر وأكتر يعني كيف تعتبر مثل هذه المكاسب لأصبحت اليوم تتميز بها اللغة الأمازيغية السلام عليكم جزائرين كل عام توم بخير إن شاء الله رجال صغار الكبار جزائريين كلهم ونقولوا كلهم اليوم نقولوها بكل راحة يعني الجزائر هي كلها أمازيغ وفيها منطقات فيها كل جهة كيف تحتفل بالأمازيغ وهذا العام ولا لاحظتم يعني كاين احتفال اختصاصي للعام أمازيغ اليوم يناير ولا شفنا قريب استيسنا في عمري ما كناش نحتفلو كم مثل هات السنة يعني من المجهودات اللي قام بها سيد رأيس بوتفل غاية الصحة وربي شافيه إن شاء الله هذا العام فرح دخل الفرحة العجيز الشيوخة وسورتو سورتو دخل الفرحة للناس اللي كافحوا على هذا اليوم كاين لي ماتوا الله يا رحمهم وكاين لي مازالهم وكاين لي هاهم مرات يعني اليوم فرحوا فرحوا فرحة كبيرة كما نهضروه نفسه ديو ما قدروش نوضحوها ما اللي قريب كنتو تورو والله العظيم ما شفتو الحقيقة تعال فرحة اليوم يعني فتشروا ولا ولات المرات تسمع القبيلية في تليفزيون تفهموش كي تقولي يفهموش هو يقول الجورناليست يفهموش الحمد لله يا ربي ومشي غير نقوله بجايات يزيوزو فدايا الزاير هي الـ 48 ولاية 140 ولاية في هالأمازيغية ونلبسه ونحتفله به هذا العام قطل كاين زيادة كاين زيادة يعني راحت على الـ 48 ولاية قطل يعني استنثنة يعني تشهد هذه الاحتفالات لكن نقدر نقوله احتفالات 12 يناير 2018 عندها طابع خاص طابع خاص ميز العديد من ولاية الوطن ومنساش نشكر تاني الصحافة هذا كله من طرف الصحافة يعني وفروا لهم وفروا لهم أمكانيات وصحافة مولوش اللور ولا رو ماركيتي قاعدوا إليها راهم هنا والأمازيغ واليناير بدأوا يفهمو ونحن نتعلم كوالو مو يناير دوك جزائر يتروح المسايد والليسيس عرفوا شو الأمازيغ مع الول ما كانوش يعارفو كاين يعرفو بسحالة بريبار ما يعرفوش يعني اليوم نقدر نقول بأنه الجزائر تحتفظ بهذا العيد يعني في ظروف استثنائية على غرار السنوات الماضية طيب سيدة عائشة نحب دايما لما نتحدث عن مثل هذه المناسبات الأعياد الوطنية ومناسبات اللي نحتفلوا بها يعني ككل دايما نلاحظ يعني وشفنا يعبر كل الولايات شفنا بالليه كان هناك تعزيز لهذا الترات من ناحية الأكل اللي يميز كل منطقة من ناحية الليبات كذلك التقليدي وهذا الشيء اللي يخلي الأجيال الصاعدة تتوارثوا يعني جيل عن جيل يعني جيل اليوم يفهم كما قال سيئة يزيد واش هو يناير واش هي الاحتفالات كيفاش لازم تكون طيب سيدة عائشة تعتقد أنه اليوم لازم كذلك أن نعرف أكتر بهذا الموروط حتى يكون موروط محلي أكيد نتوارثوه في مبيناتنا وكذلك موروط يتعرف به حتى اللي راهو في الخارج لما يشوف يتعرف بهذا الأعياد اللي تحتفل بها الجزائر نعم الأخت نحن ندى بناس ما يعرفوا يعرفوا خاصة عياد خاصة يتعلموا علينا شافونا درنا يناير درنا احتفلنا بالعام الجديد ويناير هذا منشغل لمنطقة القبائل عام الجديد لـ 48 وين هي يعني كامل نحتفلوا به نحتفلوا بالسنة الجديدة وولادنا منشوفوا فينا يتعلموا إن شاء الله في المستقبل يتعلموا كينا يناير كينا وش يديروا تقاليد اللبس التقليدي تقليدي ذوكا كما نشوف الأخت نشوفهم من الصغار البنات الصغار رام يلبسوا لبس تقليدي وربما تكون يلبسوهم صغار أكتر من الكبر رام يلبسوهم كما أنا خاصة أننا نخدم لبس تقليدي اللي يجوا عندي يخدموا يعني يخدموا يخدموا اللبس أكتر في البنات الصغار يعني يقولوا لك حبينا نخدموا لبناتنا بش يتعلموا يعني علينا بش يعرفوا اللبس تعناي وشغل القبائلي وشغل القبائلي كل اللباس طيب سيدة عيشة نظمتوا معارض شفنا كثير من ولايات الوطن يعني نظموا معارض حتى يعرفوا بمختلف الحرف التقليدية وحتى الملابس التقليدية اللي ترتبط بهذه الاحتفالية أنتم ما درتوا معارض؟ نعم نعم دلنا معارض ما عندهاش بزاف دلنا معارض في الصافكس والحمد لله يعني كان معارض ناجح ومن كل ولاياتها يعني ورينها من كل ولايات وش الصناعة صناعة بلادي يعني ما شاء الله يخدموا وعندهم كامل حرفيين يعني يخدموا ما شاء الله وكان يعني عقبنا أسبوع يعني كانت كان أسبوع تراثي موروث تراثي نعم نعم كانت فرحانة والحمد لله كانت فرحانة وشفناها يعني رصدنا من عديد من الولايات الوطن يعني كان حضور للعديد من المواطنين حتى يتعرفوا عن قرب نقدر نقول بهذه العادات وهذه التقاليد طيب سيد يزيد لما نحكي عن المنطقة القبائل دايما الشيء اللي يميزها ما يعرف بفكسيوت القبائل مثل ما سيدة عائشة راهي لابسة هذا لباس التقاليدي نقدر اليوم نشوفوا بهذه اللباس خدأ أبعاد أخرى الكثير كما قالت تطور كثير رهي تماشى مع العصر نائلة غير ذلك أعطينا لو لمسة يعني التاريخية لهذه اللباس لرغم توارث جيل عن جيل اللي هو فكسيوت القبائل بعد ما نكمل واشغالت تفتل سيدة الموسمي في اللباس التقاليدي قاعدت نخزر في الكرونت على بيبليسيتي راني شفت واحد تاكسيوت في منطقة المدية من هتروش عليها بزاف هاد الولايات هو وسمو البخنوق البخنوق في المدية تسميه المرأة الأعصيلة في ولاية المدية البخنوق راني نشوف فيها هاي لابساتور راني نشوف فيها راني نشوف فيها هذا اللباس يمثل الأمازيغي ما نقري أهل المدية ما يعرفوهاش هذي مثل اللباس الأمازيغي ترتدوا المرأة الكبيرة في السنة يتمثل عرش النساء المدنيات الأصوليات وتمثل الرجال عندما يخرجوا للحصاد وما يخرجوا قائل رجال وتقعد هي رائشة النساء ورائشة العرش يعني ذهب اللباس خاص بيها خاص هذا اللباس خاص صفار وضاير شاش هاذاك ومحتار ما ونظيف هي اللي يتمثل النساء يعني يراه علش نقوله في 48 ولاية ما من الولاية المدية بلك ما كانوش عارفوه هذا اللباس سي أمازيغي يرتدي من هذا الألوان ونحتفلوا بهذا الألوان نلبسوه بزاف اليوم في ينايا لماذا دعطينا السر يعني حبين نعرف ونشوفوا هذه الألوان اللي يتميز تاكسيوت القبائل الأبيض الأصفر الأحمر يعني كين مزيج من هذا الألوان ووش سر هذا الألوان طبيعة طبيعة نحن نمشي لأربع شتا يعني جون في رائف شتا ما بدأت تمشي شتا أنا رحين لأربع نقابلوه بهذا تاكسيوت اللي فيها الوانات فيها الصفار فيها الخضار فيها هيسي الطبيعة وهذا المرة اللي نهضر ياها تاني كيف كيف تلبس بالألوان الألوان هذا الشاش اللي طالقاته فيها الألوان هذو ما يمثل الطبيعة ويكون عام خير عام الشتاء العام الفروح والدعاء اللي يحطوا هذيك اللي يحطوا الجفنة ويحطوا تريسة يحطوا يدعي يعني النفوني اللي يتحط فهذيك القصعة يرميوا له الحالويات يعني يجي حلو إن شاء الله هذي الولاد ويجي مليع ويدخلوا في ذكر الله بمدة ساعة حتى الساعة ونص هذا نهار الأول تعل الأمازيق تعل احتفال بيناير يعني البارح في الليل يحطوا هذي الولاد ويدعيوا له قريب ساعة حتى الساعة ونص هما في ذكر الله والدعاء باش ما تكونش الكوارث يعني الله يستر ويحفظ بلدنا إن شاء الله يدير كله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الدعاء والذكر الله وهو فيه ثلثيام كما تعرفوا فيه ثلثيام يناير الغدوة فيها ذبحة فيها الخيرات فيها اللي عنده الخضر يتبرع فيها اللي عنده المال يتبرع اللي عنده فرد يتبرع ولا ما كانش عقال جشرة ولا عقال عرش هما اللي يطموا ويديروا الوزع هذي كما يسمي ثيم شرط زي هذا الدار شاك فيلاش كيفاش يسمو هذي ثيم شرط الوزع كده الجزائرين يفهموها كلها ولا رحضتهم هذي العام مشت صبحت في صغيرة الجزائر العاصمة ذبحة ثلث فرد البارح في صغيرة شعروا لا سمعتوا بها جيد يعني حتى مثل هذي الأعياد محمد يزيد نشوفه تخسر فيها مظاهر تكافل ما بين الجزائريين تكون فرصة أنهم يزدوا تلحموا في مبناتهم أكتر يعتك صحة ودليل على ذلك نشهد رانا في الميدان كما قالت على صناعة بلادي أنا جوشوي جيران على صناعة بلادي بلي كي بتاعي كي بتاعي اللي فيها ستين ولا سبعين مرآة يعني وشركوا تعاملوا حتى نعزز اكتر هذا الموروط هذا يعتبر موروط تقافي وإرث يعني لابد أن نحفظوا عليه جيل عن جيل ولماذا نعرف به حتى دول أخرى لميز يعني طابع الجزائري مشات للعالم يعني الحمد لله البس الجزائري العصي الأمازيغي مشات الخارج درقا مشات شدة المسان مشات الفرغاني قسنطين مشات الاروب كابيل بفضل المجهودات الموالين الصنعة الاروب كابيل ما خلناهش في الاروب كابيل هذه الاروب كابيل رهي في 365 موديل رانا لحقنا 365 موديل حنا أهل الصنعة رانا لحقنا وما زال إن شاء الله 2018 فيها سبعة وثمانية موديلات جدد الشاكاني رهي في تطور الميزون تاعي رهي هكذا الميزون تاعي رهي هكذا بهذه المجهودات اللي نمشي وبعيد طيب سيدة عائشة نبقى دايما نتحدث عن يناير ودايما كما قال الأستاذ يزيد فيما يتخص بهذا الموضوع كما تحدث عن الألبسة اللي تميز كل منطقة من منطقة أخرى حنا دايما في مثل هذه المناسبات سيد يزيد كذلك سيدة عائشة نحتمد كثير على الأطفال كما شفناهم اليوم في المدارس تعميم تدريس اللغة الأمازيغية كذلك من خلال أن طفل اليوم يتربى وينشأ على هذه العدد والتقاليد أنتما سيدة عائشة تحتكوا مع جمعيات أطفال كذلك مثل هذه المناسبات حتى نوسع كثير من هذا الموروض اللي يبقى دايما من جيل إلى جيل آخر أنا من أخت جمعيات كان جمعيات يجوا لنا يقولوا نوشتنا عشر ولا طناش اللي بس تقليدي يعني متنوع مشيغل اللي بس يعني نديرو سطيفيق سمطيني يعني أنواع بلادنا نديرو أنواع ويجي يديرو لهم حفلات في المدارس يديرو حفلات في دار الشباب يديرو محفلات يعني الحمد لله مهم ولادنا يفرحوا يفرحوا يعني بهذاك النهار اللي يلبسوا فيه ويفرحوا به ويديرو لهم حلويات يديرو حفل كبير يسمع بشي قدروا كما قلت لك نقبل الأخت يقعدوا دايما يتبعوا التورات تورات أكيد ولما تجي الفرصة تكون يعني متاح هذه الفرصة لهم أنهم يتعرفوا أكتر على هذه المدرود يتعرفوا أكتر على التقاليد اللي رأنا نشت فيهم وعنيرهم وهم يشوفوا وفرحوا يعني مدابين وهم يزدوا يعرفوا أولادهم وتقعد إن شاء الله إن شاء الله لعادة تقعد دايما إن شاء الله يارب إن شاء الله ودايما نكونوا بخير وعلى خير سيدة عائشة الكنزة الحرفية يعطيك الصحة شرفتنا بالحضور في هذه الصبيحة أنا قتل لباس يعطيك الصحة كذلك شكرا موصول لسيد محمد يزيد ناية حمود مصمم أزياد تقليدية صنعة بلادية سكاسة مكاسة وكل عام إن شاء الله ومتوا ما بألف خير يعطيكم الصحة كل عام شكرا شكرا شكرا